واحد هي في بيرامدز من إمتى؟ والله نسيت أراجع بس التاريخ كان إيه؟ بس من فترة طويلة كان في مباراة لبيرامدز مع البنك الأهلي مباراة الأرض الصعبة اللي هي كانت في ملعب الشرطة اللي هي خلصت تعادل سلبي واللي بيرامدز طلعي اشتكى جداً وقتها من ملعب الشرطة حكيت لكم خبر أنه أحمد فتحي أحد أهم نجوم منتخب مصر في العشرين سنة اللي فاته اتدايق ورفض أن هو يتبدل وتبدل بعدها عمر جابر وقلت لكم بعد كده وتنفى وكابتل أحمد فتحي كان مدايق من الخبر لكن هو قلت لكم أنه حقيقي وأنا مصمم عليه بعدها بشهور بتطلع القصة للسطح مرة تانية أحمد فتحي كان مصاباً ولكن حتى بعد الإصابة مشاركاته مش كبيرة فالواقع أنه هو راح أتكلم بعصبية ودي الحقيقة مش بسبب أنه هو شخص سيء هو شخص عنيف يعني هو شخص سخن قوي حامي قوي فبيتعصب لكنه طيب فهو اتعصب لما لقى أنه بيلعبش وأنا مش جاي هنا عشان ما لعبش المطش بتاع البنك الأهلي وبيرامدز كان يوم تمانية واحد زميلي مونير فكرني شكراً جزيلاً مونير فالاتنين بقى فيه بينهم جدال فكابتل هاني سعيد المدير الرياضي تدخل فحصل الجدال أحمد فتحي لما بيقرر أنه يزعق ما بيفرقش فزعق فرحوا وصلوها لممدوح عيد ممدوح عيد اللي هو وكيل أحمد فتحي سابقاً وهو المدير التنفيذ لنادي بيرامدز ممدوح عيد قرر يتدخل طب ما تيجوا نشوف التفاصيل بما أنكم بتحبوا تشوفوا صوت وصورة يلا بينا قصة أحمد فتحي مع بيرامدز وصلت لفين لأن ميدو تدخل فيها ووصل فيها الخلاف إلى عزه بداية أحمد فتحي دخل في خلاف حد مع هاني سعيد بعد اعتراض الظاهير الأيمن على استبعاده من تشكيل أروى برينة الأساسي خلال الفترة الماضية فتحي توجه بسيلة من الاتهامات للكابتن هاني سعيد أهمها أنه صاحب قرار استبعاده من حسابات المدير الفني وأنه وراء الأراء الفنية للمدير الفني اللي تسببت في خروجه من الحسابات الأساسية مش هاني سعيد خاد الطريقة والأسلوب ده وراح للمدير التنفيذي لبيرامدز ممدوح عيد اللي بدوره طالب أحمد حسام ميدو المستشار الفني والإعلامي بالتدخل لاحتواء غضب فتحي وفي نفس الوقت تصويبه عن الطريقة التي تعامل بها نقف هنا ثانية اللي حصل بقى أنه جات مكالمة تليفونية ما بين اتنين زملاء ملعب عبر سنوات مع المنتخب ميدو أكبر من فتحي بسنتين لكن فتحي كابتن ميدو في المنتخب لكن الاتنين بتجمعهما علاقة قوية وعلاقة يعني متميزة ميدو مالوش دور قوي في القصة أنه يحل قد ما هو بيهدي الأجواء لأنه ده مش دوره ولا مدير رياضي ولا مدير تنفيذي ولا مدير فني هو صديق فتحي ومسؤول في النادي فما تجي نحلها يا ابني ما لك يا ابني مش هتبطل بقى اللي انت بتعمله ده فتحي اتعصب تعالوا نشوف فتحي احتد جدا على ميدو بعد النقاش بدأ هادئا وتطور إلى أقصى درجاته وانتهى بإغلاق أحدهم الهاتف في وجه الآخر ليه بنقول أحدهم الهاتف في وجه الآخر لأنه بحسب المصدرين اللي عرفناهم من مصدرين مقربين من الاتنين كل واحد يوم قال لنا أنه هو اللي قفل في وش التاني فاحنا مش متأكدين يعني هل المصدر الأولاني صح ولا التاني صح فأيا كان حد في يوم قفل في وش التاني فالمكالمة قطعت بين الاتنين بعدما انفعل ميدو وقال لي فتحي أنت مش ماضي عقدي فيه أنك تلعب أساسي في بيرامدز يا فتحي والراجل بيلعب بتلاتة وراء ومحتاج جناح بيجري كتير وبالتالي ده متوفر في توفيق أكتر منك ده مش تقليل منك أنت لو الراجل احتاج واحد من التلاتة يتغيروا اللي هما أسامة جلال وأحمد سامي وعلي جبر هيلعبك أنت كمساك وده السبب أنه أنت بتلعبش دلوقتي فتحي كانت عصب فرحميده قاله ما تتكلمش معايا كده فرد عليه فتحي بقى أنا أتكلم مع أي حد بالطريقة اللي تعجبني فاحتد النقاش ومخلصش بس عند غلق التليفون بل أنه حصل بعد كده شجار على الواتساب بين الثنائي بحسب ما ورد إلينا بعد انقطاع المحادثة وقتها فكر فتحي في تصعيد حتى الأمر بشكل قانوني لكنه لم يفعل إلا حصل بعد كده جرت محاولات تهديئة للموضوع ما بين الأطراف كلها قبل أن يخرج فتحي بفيديو هادئ بالأمس ويقول فيه أنه زي أي لعب بيوزع لأنه بيلعبش لكنه كان مكشر قوي في الفيديو هو جد جدا في ملامحه أحمد فتحي لكن أتمنى أن تكون القصة قد انتهت عندي كده إنما دي قصة مهمة حصلت بالأمس تفاصيلها زي ما حكناها لكم ترجمة نانسي قنقر